كأن مأرب تشرق من جديد وتبدأ الأشاحة بمصافحة سد المدينة التاريخي حيث يوجد على بعد 15 كيلو مترا من مركز المحافظة يتقاطر الناس منذ ساعات الصباح الأولى لغرض السباحة وصيد الأسماك وما إن ينقصف النهار إلا وتبدأ فرق بشرية بالتدفك إلى المكان أنا أجي هنا بالمسباح أسباح بونس كثير واكن أسباح نواهم يسعد من يعتلي خاصرة المكان ليتاح له رؤية منظر مختلف وفي لحظة تتحول أعين الزائرين إلى مرايا ترقب انسيابية المياه وروعة المكان الذي تميز بجماله وتاريخه على الرغم من ابتكاره للخدمات الأساسية والله في ظل هذه الظروف مع أن الازدحام في مارب وصل إلى أكثر من 4 مليون أو 5 مليون إلا أن المنطقة هذه أتيها منذ سنين وهي لم تتغير على ما هي إلا أن الطبيعة هي كما هي بس نطالب من السلطة المحلية لغير أن المتنزهات هذا يعني تكون قدها ويعملوا أشياء حلوة وجميلة يعني السنين نحن نأتي المكان هذا على ما هو يمتاز سد مأربة بعناصر جمال طبيعية منحته مكانة سياحية وتاريخية كهذه التحويلات التي أضفت على المكان سمة جمالية بالإضافة إلى كثافة الهتشار وعيون مياه لا تهدأ وخلال السنوات الثلاث الأخيرة مثل السد الوجهة السياحية والمتنفس الطبيعي للناس هنا الذي لم تضف عليه السلطة المحلية أي إصلاحات خدمية بعد تحول المحافظة إلى مركز حضري مستثمرين كثير تقدموا لعندنا الاستثمار في منطقة السد ولكن لازمنا نعاني في المناطق الأثرية والسياحية إن مشكلة حسم ملكية الأرض ملكية الأرض لحد الآن في عليها مشاكل ما زالت أسرار المكان مختبئة كهذه الجداول التي تأخذ مساراتها واتجاهاتها ولا يستفاد منها في الغالب ومن هنا تتجلى الصورة كاملة لأشهر معظم تاريخي وسياحي في اليمن عموما وفي محافظة مأرب على وجه الخصوص يعد السد مثالا على قدرة الإنسان اليمني وتجاوزه للصعوبات هذا قديما أما اليوم لم يعجز اليمنيون عن توفير فرص للسعادة ورسم الابتسامة في عيدهم فتحولت الصحراء بفعل الطبيعة لا غير إلى منتجعات سياحية يقصدها الزائرون يوميا خليل الطوي القناة بالقيس مأرب